نرجع لأخبارنا ونرجع لحلقتنا زي ما قلنا دايماً بيكون أخبارنا كرة اليد في الأول كرة اليد عشان خلاص الدنيا بتقرب وكاسي العلم بيقرب وطبعاً كرة اليد هي في الصدارة الفريق الأول طبعاً بقيادة كابتن طارق محروس فاز على الأولمبي نتيجة 29-23 المباراة لعبة يوم الخميس اللي فات على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة والشوت الأول كان انتهى 13-13 ماتش كان ماشي إكوال ولكن في النهاية أو في الشوت التاني حسامها النادي أهلي 29-23 29-23 الأهلي متصدر المجموعة التانية واللي معاه فيها سبورتنج واللومبي والمعادي وأصحاب الجياد والبنك الأهلي والزهور وبرسعيد والشمس الأهلي كان فاس في كل ماتشاته وكسبنا كل الماتشات احنا على المركز الأول يجي سبورتنج بعدين الأهلي كده فاضله ماتشين في مجموعته الماتش مع البنك الأهلي يوم الثلاثة اللي جاي والزهور يوم الغربة بإذن الله طبعا ونحب نقول طبعا حمد الله على السلامة إسلام حسن كابتن الفريق ومايستور الفريق طبعا تم شفاءه بالكامل من فيروس كورونا كان أصيب به أثناء معسكره مع المنتخب في مدينة الشروق الحقيقة رجع وانتصم في التدريبات وإن شاء الله سيشارك في الماتشات اللي جاية ألف سلام عليك يا إسلام هنروح لفريق كرة اليد لسيدات كسبنا مدينة مصر واحد وعشرين اثنين وخمسين ستاشر وكان الشوت الأول خلس واحد وعشرين عشرة حمد لله فرق كبير وكده فريق السيدات بيمشي بخطة سابتة كابتن يحيى يوسف المدير الفني واللعبات تلاتة وتلاتين نقطة للفريق من حداشر فوز بالعلامة الكاملة يمكن فازنا على كل مطشطنا منوف الرياضي حلوان العام شامبين الرحاب هوليد وست أكتوبر الطيران الزمالك الجزيرة هليوبلس سبورتنج مدينة نصر طبعا كان أقوى اختبار لنا كان مطش سبورتنج خارج أردنا في اسكندرية وطبعا بالطبع فاز النادي الأهل الحقيقة ماشين كويس ربنا يحميهم إن شاء الله يرجعوا تاني للمركز الأول اللي احنا متعودين عليه سنين طويلة يمكن حاجة أو تلاتين سنة الفريق ده بيحصل على المركز الأول إن شاء الله يرجع تاني للصدارة